نقطة المخالفات برضو احنا قلنا انها بتعيق يمكن بتعيق حاجات كتيرة جدا نقطة المخالفات عايزين نتكلم عليها بوضوح ايه المخالفات اللي بتؤثر سلبا على مقدم الطلب على الحصول على الجنسية طيب مخالفات السيارات كلها بتأثر اولنا بس لسه ذاكريم من شوية اللي هي بتاعة البرك طبعا لو واحدة اتنين او على زم بتاعة البرك يعني وتبقاش خطيرة قوي ولكن واحدة عنده مية مخالفة للبرك اكيد هتأثر تمام اه في بقى نقطة عايزين نوضحها لناسهم وضوح المخالفات ده اهي الناس مش قادرة تستوعب دليل هو بصراحة حاجة معقدة جدا وانا برضو مش متقبلها قوي ايه يعني ان انا عملت مخالفة بالسيارة ان انا مخدش الجنسية بس هما بيعتبروا ان الشخص ده خطر على المجتمع واحد كسر الاشارة حمرة فده واحد خطر على المجتمع واحد سائل سيارة هو شرب الكحول فده واحد خطر على المجتمع واحد مقعد ابنه وراء ومش رابطله الحزام او المفروض يقعد الاطفال على كرسي معين مش مقعده ده بيعتبر خطر على المجتمع كسر الاشارة الحمرة دي لسه ايلنها دلوقتي ده كمان سرعة المفروض سوق 30 وحضرتك سائل 60 او 70 فانت كده خطر لانه بتعرض حياتك وحياة الاخرين للخطر فدوت بيعيك الجنسية فيه وحباب يقول لي ايه طب انا دفعت الاشترافة فين المشكلة ما انا دفعتها هو بعث لي غرامة وانا دفعتها ايه المشكلة هي مش المشكلة حضرتك دفعتها ولا لأ المفروض انت لما بيجي لك اشترافة للسيارة بيكتب المفروض بيسأله قبلها يقولك مين اللي كان سائل اذا هما معرفوش لان ساعة بيبقى فيه كاميرات بتوضح ان فلان ده اللي كان سائل خلاص ساعة ما بيبقى نش باين فاذا مش باين عادة المفروض هما بيسألوك يقولك في التوقيت دوت مين اللي كان سائل السيارة بس خليني اقولك حاجة في النقطة دي انا افتكرتها اه لانا كنت سألت عليها الغرامة لما بتيجي في خلال الاربع اسابيع الاولى اذا دفعتها يبقى خلاص الموضوع انتهى بعد اربع اسابيع بيبعت الجواب اللي بتقولي عليه ده ان هو بتقولي مين اللي كان قائد السيارة حتى لو انت لا انا صدي لسه سائل فيه يوم الجمعة اه واحد خد مخالفة والمخالفة دي كله دفع كانت بتجيله البشايد ده اللي هو فيه مين اللي كان سائل السيارة هو كان بيقطع ويدفع فعمل له مشكلة فانا بسأل بها بقولها ليه هو دفع قالت لي الاربع اسابيع الاولى بتيجي عليها الغرامة لو دفعها يبقى الموضوع انتهى لو ما دفعهاش وتيجي الورقة دي بتاعة السؤال لازم يملى الورقة حتى لو كان هو اللي سائل يكتب ان انا اللي كنت سائل وبالتالي لو هو مش هو بتروح الغرامة على الشخص اللي كان سائل لو هو بتجيله الغرامة عليه هو ماشي خبالك بقى احنا لسه متنقشين في النقطة دي المعقدة جدا متنقشين فيها في المكتب من يومين تمام واحد جات له مخالفة سيارة جاي هو بعت له البريف باسمه بيقول له انت يا فلان الفلاني المفروض تدفع الغرامة الفلانية تمام فالدكتور كلامة رد قال ايه قال له لا اللي عملوه دلوقتي الشرطة غلط لاني بناء على ايه هم بيدنوك انت اللي لازم تدفع الغرامة مجهز مصورينه ما كانش سيارة جات له المخالفة وعشان كان راكن عارف على الخط اللي اخضر اللي هي على الحديقة خط تخضر فكان حطة العربي عليها ماشي العربي باسمه ماشي العربي باسمه طب ميمكن مش هو اللي كان سيئة يمكن مراته طب ميمكن صاحبه بس يدي مسؤوليته مولازم يسبت مين اللي كان سيئة ايوة بس مش مسؤوليته انه هو دلوقتي انا مسلفة عربيتي الواحدة صاحبتي طيب مانت عارفة خدتها وطلعت بيها انت بقى الدولة او البوليس بناءا على ايه بيديني انا الغرامة هو المفروض الاول بيسألني دي النقطة اللي اتناقشنا فيها الدكتور كلامة وضحها للشخص انت المفروض دلوقتي هم يسألوك حضرتك مين اللي كان سيئة السيارة في الوقت دوت فانت بترد عليهم بتقوله محمد اللي كان سيئة العربية او انا صاحب السيارة اللي كنت سيئة العربية بيقولك اوكي لو سمحت تقرم ادي الغرامة باسمك ادفع طيب اذا الشخص ده ما كانش هو اللي سايق النقطة اللي انا عايزة اوضحها النهار ده مش معنى ان انت دفعت الغرامة معناته ان الغرامة بقت على اسمك والموضوع خلص ليه انا دلوقتي ممكن حضرتك محمد جوزي كان هو لساء العربية ماشي والمخالفة جت على اسم جوزي بس انا ست طيبة ومتسامحة وكريمة هدفع من الكونتو بتاعي الغرامة الجوزي معناته ان الغرامة ما بقتش على اسمي يعني مش مشكلة مين اللي دفع الفلوس او ان انا محاولها مكونتو بتاعي ولا لأ الفكرة هي الفكرة هي مين اللي ارتكب الخطأ دوت مين اللي عمله اذا فلان اللي عمله تمام عشان كده لما يجي لك الاول الجواب قبل ما تدفع الغرامة اعرف مين اللي كان سايق جاوبهم قولهم اه انا اللي كنت سايق ولا لأ قبل ما الاشترافة تتحط عليك واذا لقيت ان انت مظلوم ما تدفعش على طول اعمل هما بيدولك مهلا ان انت تقدم عن شبرو تعمل تظلم او استقناف شوف اذا فعلا مش بالسهولة في ناس اول ما بيجي لها انا هدفع الغرامة بسرعة عشان كده انا خلاص كده في التمام لا لازم تعرف على فكرة القانون بحر واسع قوي اه وذكرنا بس عشان نهاردة بنكلم على الجنسية الجنسية دي اصعب مما اي حد ممكن يتخيل وفيها صغرات وكل يوم شوف احنا هو بقالنا سنين شغاليه وكل يوم بنكتشف حاجات جديدة وكل يوم بنقدر ان احنا ايه طب نشتغل على النقطة دي وبنحاول وبنحارب ان احنا نزود فمش نقدر نقول لموضوع الجنسية خلاص كلما هطلع لنا نقاط جديدة احنا زي ما وعدين الناس عن طريق النمسا ميديا دايما هنزودهم بالمعلومات الجديدة عشان ناس تستفيد